اهلا بكم في فيديو جديد من مراجعة في السريع واللي بتقدم على قناة يوسف الشبراوي. قبل ما ندعي الفيديو ما تنسى الشراء تحت على رازل اللايك وتشترك في القناة عشان يوصلك دايما كل فيديوهاتنا اول باول. كتير من الناس بتسألني انا عايش الشاشة تكون بابعاد ستاشر على عشرة. انا واحد شغال مونتاج وغرافيك وبحتاج الحجم الكبير على قد ما يكون. واحنا عارفين ان قبل كده قلنا ان الشاشات اللي هي بتيجي بابعاد ستاشر على عشرة بتبقى مقافي الشاشة فيها اربعة وعشرين بوصة واحد من عشرة. على العكس الشاشات اللي تيجي بمقافي ستاشر على تسعة بتبقى معظم الشاشات فيها مقافيها تلاتة وعشرين بوصة وتمانية من عشرة. قلنا ان انت عمونتاج وغرافيك بيحتاج عشان هو في البرنامج بتاعه يحط اكبر عرض من الادوات ويقدر ياخد اكبر حجم من الشاشة. فبيبقى بيحب اكتر الشاشة اللي هي بتيجي بابعاد ستاشر على عشرة. لما انت تحب تشتري الشاشة هتلاقي ان تسعين في المية او ممكن اكبر كمان في النسبة دي من الشاشات بتيجي بابعاد ستاشر على تسعة. فانك تلاقي شاشة بابعاد ستاشر على عشرة دي حاجة بتبقى قليلة شوية. فقال عموم النهاردة هرجع لكم شاشة موجودة في سوليسترات سعرها ممتاز جدا وهي يطور من اقل الشاشات اللي بتيجي بابعاد ستاشر على عشرة. النهاردة هنراجع اربعة وعشرين خمستاشر بي. خلينا كده نمسك حاجة حاجة في الشاشة. اول حاجة خلينا نتكلم على التصميم والقعدة بتاعة الشاشة والخمات الخارجية. بالنسبة لتصميم الشاشة فالشاشة هنا بتيجي من قدام يعني بدون حواف بدون اي بيزلز بدون اي فريم ودي حاجة عصرية اه في الوقت ده كل الشركات بدأت تتباحها. خمات الشاشة الاعدة معمولة من البلاستيك المرشوش بمادة كده تحسسك انها ايامة شوية. لكن الاعدة بش من المعدن ولا حاجة زي ما ناس فكرة لأ هي قاعدة من البلاستيك. وضهر الشاشة برضو من البلاستيك المتوسط. ولا هو ارضى حاجة ولا هو نظيف جدا. يعني البلاستيك نقدر نحكم عليه في الشاشة ان هو متوسط. فده كده بالنسبة للخمات بتاعة الشاشة. بالنسبة لقاعدة الشاشة فهي قاعدة متحركة تقدر تطلقها تنزلها تلفائمية للفاشمال تقفها بزاوية مية وتمانين درجة. اه طبعا احنا عارفين الالترا شارب اكيد هتحط لك الحاجات دي في القاعدة بتاعتها. زرارة حكم في الشاشة بتبقى زرار امامية وزرار وفيها مانيو مليان جدا باوبشن كتير جدا. هتقدر ان شاء الله ان هو يفيه دك في المعايرة بتاعة الالوان. بالنسبة لمداخل الشاشة فالصراحة مداخل هنا ممتازة جدا. عندك اتش دي ام اي ان وقاوت. دي سبلي بورت ان وقاوت. وفيها كمان مية دي سبلي بورت. ممتازة جدا تقدر توصل على جيفت الماك اللي فيها مية دي سبلي بورت او اللي بنسميه الساندربورت. عندك كمان لو بالذات بقى رشحة جدا لو انت هتجيب شاشتين ناوي تشغالهم مع بعض. فيها اتش دي قاوت وديسبلي بورت قاوت. بمعنى انك انت تقدر من الشاشة دي توصل عليها شاشة تانية. يعني انت في كيفك مثلا وصلت اتش دي من الكيسة للشاشة. من اتش دي قاوت توصل شاشة من الشاشة دي. فدي حاجة ممتازة جدا بتفتح لك انك توصل شاشاته بتفتح لك مخارج كتيرة جدا. ودي من حاجات المميزة جدا في الشاشة. مع اربع متاخل للاسف هنا مش لكن ده كان مقبول مع وقت سنة انتاج الشاشة لان الشاشة دي اطبر سنة انتاجها. يعني مش احدث حاجة لسنة انتاج الشاشة دي بدأ انتاجها من اول الفين وخمستاشر لحد الفين وتمنتاشر وتوقفت. وبالتالي انت مش هتلاقها جديدة مش هتلاقها غير في الصور الاسبتراد. وزعرها حاليا بتراوح ما بين الفين لالفين ومت جنيه. وزعرها على فكرة ممتاز جدا بالنسبة لشاشات تانية. انك انت عندك الشاشات اللي هي بقى بعد ستاشر لعشرة الليلة. عندك حاجة زي عشان هي معمولة من معدن فسعرها غالي جدا عن الشاشة دي. فالشري الصراحة بتقدم لك من ناحية التسعير والمواصفات اللي هي بتديها لك اداء ممتاز جدا. خلانا نتكلم بقى على اخر حاجة والبنل بتاع الشاشة وكل مواصفة. شاشة هنا بتيجي اربعة وعشرين بوصة وواحد من عشرة زي ما قلت قبل كده. وبتيجي طبعا باضاة ال اي دي مع بانا الاي بي اس باس ار جي بي تسعة وتسعين في المية. معدل التحديث هنا في الشاشة هو ستين هرتز وصرعة الاستجابة ستة ميلي سكند. وفي ناس بتقول لي يا عيسف انت عملت راجع الشاشات. طب هي الشاشات دي غالية وبرضو اسمها شاشات حديثة. ليه شاشات دي مسلا مش معدل التحديث اعلى او سرعة استجابة. الشاشات دي يا جماعة موجهة لمنتاج وجرافيك والديزاين. مش موجهة للالعاب. فبالتالي هم مش حطين امكانيات الالعاب. شركة دي اللي عاملة شاشات الالعاب ورجعناها قبل كده. نعم دي شاشة في الاول في الاخر اللي هياخدها هيمنتش او هيعمل جرافيك عليها او ايدت. فهو مش محتاج معدل تحديث عالي ولا سرعة استجابة اقل. شاشة طبعا اخر حاجة انها تيجي بروزولوشن فول اتش دي الف تسعمية وعشرين في الف وامتين ببعض ستاشرة العشرة ودي فعلا هي اكتر حاجة فعلا يعني المميزة في الشاشة دي. وبس كده ده كان الفيديو بتاعنا اتكلمنا فيه على الموديل بتاع الشاشة دي عشان في ناس كتيرة بتسأل على الابعاد الستاشرة العشرة. يا رب يكون الفيديو اعجابكم. لا اعجابك بقى الفيديو متنساش لا تحت على زر اللايك وتشترك في القناة عشان يوصلك دايما كل الفيديواتنا اول بقوي. كان معكم يسف الشبراوي. سلام عليكم وانتواب وبركاته.